رئيس مجلس الأمة سلاح جوجيل هنا سيد عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية مؤكداً أن الشعب الجزائري مصدر كل سلطة وصاحب القرار أثناء الحملة الانتخابية في جو ديمقراطي بهيج وسلس ويوم الاقتراع قد أبان عن حس مواطناتي ووطني عز نظيره وخرج منتصراً في جزائر أرادها السيد الرئيس منتصرةً بوعي وطني بنوايا بث القتامة وزرع اليأس وأحبط وهو مدرك لحقائق حاضرة ويقظة بتحديات الغد والدسائس والمناورات رئيس مجلس الأمة جدد لسيد الرئيس خالص العرفان بما قدمه ويقدمه للوطن دعياً المولى عز وجل أن يمده بعونه ويوفقه على أداء هذه المسئولية الوطنية السامية